زين فهذا ابني محترم فانا متفرع بي اي واحد اي شخص زين فرحني بي رب العباد على التسع بنات بو يخلى يفرح بي وابا واعلم نبعيد يسو يعني يترعرع نجيب الشهادة والله الكريم بعد الى الى بس هاي هي ناشد هذا الاب كل الخيرين بعد ان عجز عن مناشدة المسؤولين علي هاشم ابن لتسعة بنات وولد وحيد حصل على معدل خمس وتسعون ونصف لينصدم بسرقة مقعده الدراسي وتحويله الى الدراسة الموازية مما يضطره لدفع ثمانية ملايين دينار ونصف اولا استدراج صارت شون استدراج اولا احنا ما عدنا ما نعرف الموازي الشني يعني دولة كلية بهالحجم هذا وطبية واخوف لوس تاخذ الدولة ما نعرف كل شي بالدراسة مجاني ولي ريدي يريد ابنة مثلا درجته واطئة ما واطئة يسافر بي اما كليات اهلية مثل كليات يعني المنعرة كليات اللي موجودات ببغداد فايروح يدرسه على حسابه او اذا عندهم يتمكن ودرجته من خفضه يطلعون للخارج وثائق ومخاطبات وكتب رسمية لجهات مختلفة لكنها لم تخفف من خطب ما حصل فهذا الاب تعرض للسرقة مرتين اولها حينما سرقت درجته الوظيفية قبل سنوات وثانيها سرقة حلمه وحلم وحيده بعد ظهور النتائج والقبول مالته افرحنا حيل من قالوا كليات تقنية طبية ما بيش كليات تقنية طبية حال حال الطبيات لكن لما رحت انا ويا داينت اتقرضت مبلغ من المال انا ما عندي عنده بس شبكة الحمال الاجتماعي اخذ بالشار 175 دينار ابو اقال طلعت اسمائنا ابو اقال ايه طالع الرابع ابو اقرأت الله بيقضى زين فرحنا همه بيقلنا رب العباد سوان الاستقامة زين لو لا شو ظل يداوم شو قاعد ورا فترة لاني قلونا يا بي هذا موازي ثمانية ونص بيه ثمانية ونص مديل قاعد ثمانية ونص انا جبت لغرفة سويتلي ممثلنا يعني ممثل الشعب ومالتنا ياخذي الفلوس من الطلاب عن موض المنازم يعني فون هما عرفوا بحالتوا ماشينو انت عرفت عليهم هواي عرفوا بحالتوا هيتش وهاي ماشينو قال يعني احنا اتفقنا ما ناخذ منك كل اي ملازم هو مداما كل اسبوع يعني ياخذون خمسة الاف من كل طالب قالوا احنا ما ناخذ منك كل ملازم علينا وما لا غرق طرق الابواب الا انها مغلقة وساكنيها ميتين كضمائرهم علي هاشم لا زال يبحث عن مصير ولده فلم يتم استثنائه كبقية الطلبة الذين وصف حالتهم المادية بانهم يملكون هواتف اقالة كناية عن المال وجاه لقناة الرشيد الفضائي حيدر سليم ميسان